إذن مشاهدين للحديث أكثر سينضم إلينا في الستوديو المحلل السياسي ياسين التميمي مرحبا بك أستاذ ياسين أستاذ ياسين عام جديد يعني هذا العام بات واضح أن الجمود السياسي كان المسيطر على هذا العام بشكل عام يعني ما الذي لا شيء تغير يعني لماذا كل هذا الجمود الواضح في العملية السياسية حتى اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم كل عام أنت بخير ومشاهد قناة بلقيس واليمنيين جميعا بألف خير بمناسبات حلول العام الميلاد الجديد بعد يومين تماما كما قلت هذا العام الذي سينقضيه الآن شهد جمودا لا سابق له على المستوى السياسي فلا اجتماعات ولا مشاورات بين الطرفية المواجهة العسكرية وأقصد به الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف والانقلابيين الذين صفوا اليوم على الميليشيا الحوثية الانقلابية لوحدها بعد أن غادروا بشريكهم علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر من هذا الشهر الجمود إذن كان هو سيد الموقف بالنسبة لهذا العام الأفكار أو الفكرة الوحيدة التي عرضها مبعوثة الممتحدة منذ ربيع العام وطرحها بشكل رسمي في أوسطس على مجلس السلام لكنها قُبلت بالرفض منذ اللحظات الأولى أعتقد منذ الربيع والحوثيون والمؤتمر الشعبي مع الرغم من إبدائه بعض الترحيب الحذر إلا أنه في نهاية المطاف كان هناك موقف مشترك من المبعوثة الأممي وعندما جاء إلى صنعاء في أخر زيارة له في 22 مايو قُبل بفتور ورفض ولم يقبلوا أحد من الحوثيين أو المؤتمرين بل أنه تعرض لمحاولة تغتيل كما أعلن في ذلك الوقت وهذا يعني أن الحوثيين لم يكتفوا فقط بمقاطعة المبعوثة المهمة وإنما أيضا بعثوا بمذكرة الأمم المتحدة المطالبة بتغييره وهذا يعني الحكم القاطع بموت العملية السياسية وفي المقابل العمليات العسكرية بقيت متقطعة وإنسداد الأفق والجمود الحاد الحاصل في المسار السياسي خلال هذا العام يقابل يفترض توجه عسكري كيف تقيم التوجه العسكري خلال هذا العام؟ التوجه العسكري كعادته هناك إنجازات عسكرية مهمة لا يمكن إنكارها في الساحل الغربي استعادة معسكر خالد بن الوليد استعادة ميناء المخى المضيق باب المندب ومؤخرا بطبيعة الحال استعادة كامل محافظة شبوى والانطلاق بالمعارك إلى محافظة البيضاء لكن المشكلة أو الإشكالية بالنسبة للتحالف العربي أنه لا يربط بين الإنجازات العسكرية وبين الفوائد المباشرة التي تتحقق لليمنيين بل أن هذه النتائج النهائية للعملية العسكرية تتحول إلى وبال يعني مثلا الساحر الغربي تحول إلى منطقة مغلقة تعز المخنوقة بالحصار لديها ميناء مهم ثاني أهم ميناء على البحر الأحمر ولكن هذا الميناء لا يتم تشغيله تحول إلى قاعدة عسكرية تخص الإماراتيين وهذا فاقم من الطوديق على تعز وضف إلى هذا أن الحراكيين الإنفصاليين في المحاوظة الجنوبية يقيمون أسوارا من الإجراءات الأمنية التي تحول دون انتقال اليمنيين بسهولة في أرضه سنتحدث بشكل أوسع على الجانب العسكري فيما بعد ولكن فيما يتعلق بالمسار السياسي بدأت زال حديث هل لا يزال حديث عن مرجعيات الحل السياسية المتفق عليها؟ ممكن حتى اللحظة؟ أنا أعتقد أنه كان قد توفر نوع من التوافق الدولي لاعتبار مقترح المبعوث الأممي الأخير بشأن الحديدة مدخلاً لحل سياسي شامل ولكن ربما من خارج حتى هذه المرجعيات وهناك أطراف في التحالف العربي يعمل بهذا الاتجاه لأنه أعتقد أنه هذه الأطراف في التحالف العربي باتت تنظر إلى القرار 2016 على أنه يقيد حركتها وأهدافها وأجندتها في اليمن وهنا تكمن الإشكالية بالنسبة لليمنيين الذين احتكموا لهذا القرار ورأوا فيه مناسبة ومخرج لحل مشاكلهم السياسية اليوم يواجهون إشكالية أن الأطراف التي تخوض المواجهة الحربية في اليمن لم تعد مقتنعة بهذا القرار وهذا قد يجر البلاد إلى مجاهل حقيقية في حقيقة الأمر صحيح أنه جرى على الأرض تغيرات مهمة وجوهرية اختفى من الساحة لاعب سياسي مهم جداً وهو المؤتمر الشعبي العام وقائده علي عبدالله صالح بعد مقتله في الرابع من ديسمبر هذا له مردود يعني كبير جداً أقصد آثار كبيرة جداً على مستقبل العملية السياسية في اليمن لأن جؤس كبير من المجتمع اليمني الذي كان يقف ظاهرياً أقصد كان مخدوع بالدور الذي يمكن أن يلعبه صالح في مرحلة ما على خلفية العلاقة الموتورة عادةً بين المكونات السياسية لكن عندما خرى علي عبدالله صالح صريعاً أعتقد أنه انكشفت أمور كثيرة وبات العالم كله وخصوصاً يعني لا أقول العالم كله وإنما التحالف العربي والسلطة الشرعية والحلف الواسع الذي يؤيد هذه السلطة الشرعية وجهاً لوجه مع ميليشيا لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالسلام بل تسعى جاهدةً لإحراز مكاسب سياسية وتريد المزيد من هذه المكاسب السياسية وتريد أن تبقي على ما حققته من المكاسب السياسية على الأرض بوسطة العملية العسكرية لهذا أنا أعتقد أن المآلة السياسية والعملية السياسية والأفق السياسي مسدود حتى هذه اللحظة التوتر الحاصل بين الأمم المتحدة والتحالف العربي لم يعد يوفر أرضية مناسبة لإطلاق مشاورات يمكن أن تحظى برضا أو تغطية من التحالف العربي ولهذا التحالف العربي انصرف على هذا الصعيد ضمن إطار الرباعية التي انعقدت مؤخراً في أبوظامي والتي بدأت تتمنى أفكار مهمة جداً وتفرض حتى على التحالف تبني أفكار من قبيل الانفتاح على القوى السياسية التي ظلت تتحفظ عليها طيلة الفترة المقبلة أنا أعتقد أنه ليس أمام التحالف من أجل أن يتجنب الوقوع في مستنقع طويل الأمد في اليمن سوى العمل الحثيث والسريع على بناء تحالف وطني يمني واسع الطيف مؤيد لحل سياسي بدون تغول الأطراف الطائفية التي تجر البلد إلى دوامة عنف طويلة الأمد في اليمن لكن سيد ياسين اليمنيين إذا ما تحدثنا عنهم إلى أي مدى يمكن استئناف عملية التحول الديمقراطي التي توقفت جراء الانقلاب الحاصل العملية التحول الديمقراطي هي طبعاً مع انطلاق أولى رصاصات الحوثيين ومن ساندهم في عام 2014 جرحت وأعيقت ومن الصعب جداً اليوم الحديث عن استئناف للعملية السياسية الديمقراطية بدون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي فرضتها الحرب والمآلات التي تذهب باتجاهها الحرب في هذه المرحلة خصوصاً وأن الحرب لم تعد حرب إسناد للسلطة الشرعية ومواجهة انقلاب وإنما حرب للتحالف حرب تكاد تأخذنا إلى مرحلة جديدة من الوصاية السياسية الشاملة وبالتالي حتى اليمنيون اليوم أو حتى اليمنيين أنا أعتقد أنه فقدوا السيطرة على العملية السياسية المحسوبي معسكر الشرعية قراره شبه مصادر من جانب التحالف والحوثيين اليوم الذين صفوا في الجهة المقابلة لا يؤمنون بالعملية الديمقراطية وليس من صالحهم حتى التعاطي مع العملية الديمقراطية وأي حوار الآن أو اقترح حوار مع الحوثيين فلن يقبلوه إلا بصفتهم دولة والبقية معارضة وهذا فخ كبير جداً لهذا أنا أعتقد أنه من السابق لأوانه اليوم الحديث عن استئلاف العملية الديمقراطي قبل إنهاء استحقاقات العسكرية نعم في ظل الواقع هذا اليوم الواقع اليمني بشكل عام يعني ما توقعتك للسيناريوهات السياسية القادمة هناك مؤشرة كبيرة على أن التحالف وفقاً للأولوية السعودية وليس الإماراتية بدأ يتجه نحو الحسم العسكري وأنا أعتقد أن أمريكا العربية السعودية مدفوعة أو محكومة بالإحساس بمن مست كرامته السعودية في نهاية المطاف دولة إقليمية كبرى وقدرتها التسليحية لا غبار عليها ومع ذلك تتلقى صاروخين متتاليين خلال أقل من شهرين الأول يستهدف مطار الملك خالد والثاني يستهدف القصر الملكي يعني رمز من الرمز السيادية للمملكة العربية السعودية هي اليوم محكومة بهواجس وقلق التخلص من هذا العدو الذي تترسخ جذوره في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية لهذا نعتقد أن المملكة العربية السعودية باعتبارها على رأسة التحالف هي اليوم التي تدفع باتجاه الحسم العسكري دون الحسم العسكري أعتقد أنه لا يمكن ضمان أمن المملكة ولا يمكن ضمان أمن اليمن ولا يمكن ضمان استدامة الأمن والاستقرار في اليمن مع بقاء قوة طائفية متربصة لا تؤمن بالحوار لا تؤمن بالسلام لا تؤمن بالشراكة موتورة ومسكونة بأوهام تاريخية حول الحق الإلهي في الحكم إلى آخره وهذه القوة الطائفية المسلحة التي ترسخ نفوذها في صنعاء بطبيعة الحالها امتدادات إقليمية وهناك أكثر من طرف يمكن أن يوظفها كورقة في معركة طويلة الأمد مع التحالف العربي بمعنى أن الخيار العسكري هو الخيار الحال في تقديري أن الحسم العسكري هو الحل لكن أيضا الحسم العسكري يجب أن يتأسس على قاعدة واسعة من الشراكة الوطنية واليوم أنا أعتقد أن مقتر علي عبدالله صالح وفر هذه الأرضية الآن على المؤتمر الشعبي العام الذي غدر وفي الواقع لم يغدر به وفي نهاية المطاف كل هذه التاتبات السيئية آلت إلى هذه النهاية المؤساوية التي استحقها المؤتمر الشعبي العام اليوم يجب أن يتلاحم الجميع المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى السياسية والتحالف يجب أن يستند على هذه الأرضية الواسعة من الشراكة الوطنية في المهمة العسكرية المقبلة لأن المهمة العسكرية المقبلة ليست ثأر من طرف سياسي في اليمن وإنما محاولة مخلصة وحقيقية لإنقاذ اليمن من خطر داهم صحيح أن اليمن تعصب في الحرب منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن هذه الحرب ربما تكون أقل سوءا مما لو تمكن الحوثيون وأصبحوا قوة في هذا البلد مغذية للعنف والاحتراب والفوضى والاقتتال والمجاعة كما نرى بعض ملامحها في هذه المرحلة عود لضيفي في الأستوديو المحلل السياسي سيد ياسين التميمي سيد ياسين استمعت لحديث مرسلنا في تعز حمزة أمين كيف تنظر إلى الواقع في تعز من ناحية العسكرية والسياسية والإنسانية أنا أعتقد أن محافظة تعز تحديدا تعكس حجم الإخفاق الذي يعاني منه التحرف العربي والسلطة الشرعية كليهما وهذا الإخفاق لا يعود إلى افتقاد العوامل الموضوعية للنجاح وإنما لتجاهل هذه العوامل وإهدار الفرص وتعمد إبقاء تعز منطقة السنزاف لأبنائها ولمقاتليها لدواعي مختلفة الجميع يتفق على أن الحسم في محافظة تعز يقرب مسألة الحسم العسكري برمته على مستوى البلاد ولكن التحالف لا يرود ذلك هذا يعني أن هناك ترتيبات لا علاقة لها بما أعلن عنه التحالف وهو الحفاظ على كأن الدولة اليمني متماسكة دعم السلطة الشرعية احترام الكائنات التي تدعم هذه السلطة الشرعية وليس استهدافها ومحاربتها كما شاهدنا خلال الفترة الماضية في تعز جرت طورات عسكرية مهمة كما قلت عندما قامت الإمارات بقيادة عملية عسكرية في الساحر الغربي ولكن هذه العملية قامت بأدوات غير وطنية قامت بتكريس خطاب لا وطني فيما يتعلق بهذه العملية ولم تكن من أجل تعز لم تكن من أجل تعز ولم تكن جزء من ترتيبات تحرير تعز إنما عازل تعز وخنقها وهذه إشكالية كبيرة اليوم هناك ترتيبات تتحدث عن منطقة مختلفة عن تعز وهي الساحر الغربي بينما تعز أكثر ما كانت تحتاج إليه هو منفذ بحري أو على الأقل الاستفادة من المنفذ البحري التابع لها هذا المنفذ الذي هو ميناء المخاء اليوم تحول إلى قاعدة عسكرية مغلقة تابعة للإمارات هذه واحدة من الإشكاليات التحالف لا شك يقدم إسناد عسكري للمقاتلين في تعز ولكنه إسناد محدود وأحيانا تكتنفه بعض الأخطاء التي تشوش على مهمة التحالف العربي كما حدث في الحيمة الداخلية طبعا الحيمة السفلة في شمال مدينة تعز عندما ضرب التحالف العربي تجمعا للإنقلابيين ومعداتهم وحدث أن سقط بعض المدنيين على همش هذه المعركة الأمم المتحدة تصرفت بحالة من عدم الإنصاف عندما اتهمت التحالف العربي بأنه يقتل لمجرد القتل نحن نرفض هذا النوع من الاتهامات بينما التحالف فعلا تدخل في هذه المنطقة لإنقاذ أبناءها الذين يتعرضون للقصف مستمر ولعملية التهجير ولقنص ولتدمير المنشآت الخدمية في المنطقة يعني كسر إرادة المواطنين وقتلهم بشكل عبثي التحالف العربي يحتاج إلى أن يتبنى خطة فاعلة حقيقية لتحرير محاوظة تعز ومحاوظة تعز لا يعوزها للمقاتلين ولا الإرادة تعز دعمة التحالف وأيدت تدخل على سبيل التحالف ولكنها خذلت بشكل مقصود الدعم الذي يقصر سيد ياسين بغارة أو غارتين بين فترة وأخرى دون وجود مشروع عسكري متكامل لتحرير هذه المدينة قد لا يجدي يعني ما هي الأبرز الأسباب التي جعلت من التحالف العربي والحكومة الشرعية التضحية بأكثر من أربع مليون مواطن داخل هذه المدينة عرضة للقصف والحصار خلال هذه السنوات الماضية كما قلت له جزء من الحكومة لها موقف موتور من محاوظة تعز هذا الموقف الموتور بني طيلة العقود الماضية من الصراع السياسي الذي كان يعني بعضه مرتبط ربما بنفوذ النخبة السياسية في المحافظة الجنوبية أو في مكان يعرف بمهولية الإيمان الديمقراطية هذه النخبة التي تنتمي بالذات لتعز أورثت هذا النوع من الحق الذي لا مبرر له وقد رأينا أنه بعد 1990 عندما تحققت الوحدة النخبة الجنوبية إجمالا لم تحقق شيء يعني كما نرى اليوم يعني هي اليوم التي تفسد مهمة التحالف في اليمن عندما تحول المحاوظة الجنوبية إلى مجرد بيئة طاردة للمكونات اليمنية الأخرى وتتصرف بشكل مراهق وتعمل قدر الإمكان لعدم استتباب الأمن والاستقرار في هذه المحافظات إذن مسألة الموقف من تعز جزء منه يرتبط بأجندة التحالف نفسه الذي ربما له ترتيبات سيئة خلال المستقبل وإلا إذا كان التحالف جاء فعلا لدعم السلطة الشرعية لكان أول أو من أول أولوياته هو دعم تحرير تعز أولا لأنها تطلع على مضيق باب المندب ولأنها فيها كتلة بشرية كبيرة يمكن حتى الاستفاد منها في عملية تحرير قليلة الكلفة ضد التوجد الإنقلابي في فقية المحافظة لكن أستاذ ياسين هنا سؤال أخير وباختصار الإنجازات العسكرية التي حققت خلال العام المنصر إلى أي مدى نستطيع القول أنها مرضية الإنجازات العسكرية مشكلتها الوحيدة كلها التي تتحقق حتى الآن مهمة ولكنها لا ترتبط بإنجازات ملموسة يمكن أن ألمسها الناس لم تنعكس لا على حياة الناس ولا أعلى منهم ولا على استقرارهم ولا على وحدة المكون الوطني المكون الوطني يتفكك ويتشضى نتيجة هذه الإنجازات العسكرية لأن نتائجها سيئة جاءت وأنشأت مكونات عسكرية لوطنية غذت الصراع المناطقي غذت الصراع السياسي بين المكونات السياسية وأيضاً حولت المناطق المحررة إلى بيئة غير آمنة إذن ما هو الفائدة؟ الإنجازات العسكرية التي تحققتها مهمة جداً لكنها لم توفر الأمان لم توفر الاستقرار لم توفر الشعور الحقيقي بالإطمئنان لمهمة التحالف وشعور اليمنيين بأنهم ينعمون بحياة جيدة في مناطق محررة نعم إذن أشكرك جزيلاً المحلل السياسي ياسين التميمي